كل بطاقة دعب السجن في حق رئيس الجامعة التولسية لكرة القدم بارشة تفاصيل باستثناء الكلام اللي كان حكيها معنا البارح المسؤول في وزارة الشباب والرياضة ولكن الجامعة التولسية لكرة القدم تصدر بلاغ البارح حبر صفحتها على الفيسبوك تأكد من خلاله أن وعضاء المكتب الجامعي يعلن مساندتهم التامة لرئيس الجامعة والمكتب الجامعي أصدر بلاغ على أثر بطاقة اليدعب السجن اللي يحكينا عليها نص البلاغ يقول أعضاء المكتب الجامعي وعلى أثر البطاقة ذي في حق الدكتور وديع الجاري يعلنون مساندتهم التامة لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ويقولوا أن المكتب الجامعي سيسعى في إطار ما يسمح به القانون للدفاع وإثبات براءته مما نسب إليها وهو إبراء عقد على غير السياغ القانونية ويهم المكتب الجامعي إضاح ما يلي العقد موضوع الشيكاية المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة لدى النيابة العمومية بتونس هو عقد مبرم بيد الجامعة التونسية لكرة القدم والمدير الفني السابق سيد صغير زويتا وقد أبرم تبقى نفس السياغ والإجراءات والترتيب عند إمضاع عقود المديرين الفنين السابقين على امتداد ما يزيد عن 20 سنة من قبل مختلف المكتب الجامعية المتعاقبة وأنه قد تمت المساطق عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر 2020 هذا وستولى المكتب الجامعي نارة الرأي العام بكل مستجدات في الابانه عكس ما قاله المسؤول في الوزارة ناتق الرسمي. ناتق الرسمي يقول لك رأى وتمت المسادق عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر الفين وعشر. باللوء بالمنطق العادي لأشيء ما نفهمك كشيء. بتاع الوزارة. المثل الوزارة في العقد المبرم بين الجامعة وسيد آآ صغير آآ زويتا. آآ آآ محمود. آآ بش العباد تبدأ واضحة فيهم خاخر انا عمرنا من تشمته ومن تشفاهه. وخاصة انا خاصة انا اللي نعرفش معنا انت حبس. انا عندي والدي عادة سبعة سنين في الحبس معنا. ما ننجمش لتشمت في حتى حد اليوم وخاصة في مثل هذه الوضعية معنا. الوضعية اللي تعيشها البلاد الكل. فما بالك بألد الاعداء متاعك. وديما نستحضر قول ربي سبحانه وتعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلل للذين امنوا. مهما يكون. نجم تكون مختلفة معها. تبكى اليوم. ومهم انك اتوقع. لانو نستعرف انك في عركة ازالية مع ودي. ازالية. موضوع اخ. موضوع جامعة وكورة وتسيرية وغيره. والا. اليوم الاشكال اه رفيق انه ديما نرجع وقول وكلي احنا نتحدث وقولوا الفصل ستة وتسعينة سيئة ذكر السيئة ذكر السيئة ذكر. يو ذري برش عبيد ما تعرش ما يعرفوا قيمة الفصلة ذي وكيفاش هو سيف مسلط على الادارة بصفة عامة. آآ يعرفوا وقت اللي يجيوا فيه وقت اللي يلقاوا انه الوضعية هي هذي. الاشكال الثانية انه آآ آآ التنجم تختلف مع العباد الكل. تبقى الدولة راي رفيق مكينة ترحي. الدولة مكينة ترحي بمعنى انه على مرة تاريخ كل ما نتخل في عركة بين ظفرين كبيرة مع الدولة. الدولة هي كيان معنوي. الكيان المعنوي هذا ما ينسيش. شمالتها مع تتنجم تعارك مع خمستاش نوزير. ودجي مع وزير معين تتعارك معها. الوزيرة ذيكا ما ينسيش التاريخ بتعاركتك لانه الدولة بين ظفرين كيما كنت لك ما تنسيش وتبقى تخزن في داخلها انه فلان فلان يعمل العركة مع الدولة. شمعنى هذا اليوم اللي ساير مع ودي على الجريه هو نتيجة الخلافات ولا رأسها خلافة مع الوزيرة. ليه ليه ها مش يقول لك عليش انه اللي كتبونه خيان في المكتب الجيمة سامحوني في الكلمة هما يجي ويتبوا فيها عموة زيد وغرقوه الرجل كان قادوا ما كتبوش البيانة ذي أرض لهم. لأنه وقت اللي تحاجج وتقول هذي كان معمول بيه على مرة سنوات. ما يوك انك تستعرف انه هم غالطين على عشر يسنين وحتى هو غالط كيف هذي ما يمنعش انه القانون يتطبق عليهم على الناس كل كيف كيف. دوك يزوري دو ستير على كل مرة حابوا يعاونوه اخي زيدو غرقوه يقول لك الوزارة طابعة على العقد. على انت كيف كوزارة تأشر على العقدة ذي وتعطي موافقتك وتبجي تشكي. الاشكي. هذا كلام عزان جيم على روح. السيد مكرمشوشان اللي يوقع العقد. اي 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 انا نعرف لانه وريدها الوثيقة بتاع العقد. دوك اكد انه فما طابع. فما طابع والسيد مكرمشوشان هو الذي يوقع. الوقت يذوري كان مدير عام في الوزارة مدير عام الرياضة ولا حاجة. دوك يمثل الوزارة وعنده سلاحية الامر. اوش? هذي هو السؤال اليوم. هل انه السيد مكرمشوشان وقت اللي يوقع العقد هذاك يمثل الوزارة ولديه صفة القانونية لتوقيع مثل هذي العقود. والا لا. انا اللي سمعت انه السيد مكرمشوشان عايتولو وسمعوه في القضية هذي. وبعد خلاوه في حالة صراحة. دي ما نرجع ونقول رفيق. الملفات هذي. الملفات هذي. راهي ملفات ما عندهش انعكاسات. خليني نقول. وإلا تأثير على الاقل على الموارد. هو عنده ميزانية. اليوم عنده ميزانية الجامعة. يتصار فيها قيمة. حاب يخلصوا عشرين مليون. حاب يخلصوا تلافين مليون. بعد ما لديه الصيفة. انه الجامعيات. الجامعيات تقلق تقول كذيكا في فلوسنا في نهاية الامر. ما تعملش ماشي تحب انت كمكتب جامعي. ينزمك تستشير. اليوم القانون اللي هذا من عام سبعة وسبعين. اه ولا ستة وسبعين. ولا من عام سبعة وسبعين. وظهر انه قانون استعملوا فيه من من القبل. اش بدنا اليوم? قالوا المكتب الجامعي اكد انه هذي يستعملوا فيه. وكانه كما قلت لك استعرفوا انه هو على غير السياغة القانونية. باعتبار انه عرف. اصبح عرف انه يستعي يمارسوا هكاكة. اليوم هلانه وقت اللي اللي قبلي خالف القانون. انا نجي خالف القانون. اه هذية هو السؤال. ما عنديش الحق خالف القانون. ولكن ولكن ديما نرجع ونقول. راهو هالقضايا هذية هراهي مهاش متحبس. يولي دي زيونة. راهو مهما يكون اللي قدامك. ومهما يكون اللي مختلفة معاها. ومهما يكون اللي معنتها هراهو قضايا بهالشكل هذا. هراهي ما تستوجبش العقاب السالب للحريات. بحسب رأيك تو الوزارة بشكل تمشي في فتح بحثة كل الجامعات وكل المديرين الفنيين اللي تم انتداة بهم. اه مش على سيغة القانونية. بعد انتع القانون الصادر في الف وتسعمية وسبعة وسبعين. هل هي مجبرة على فعل هذا؟ شو مجبرة؟ مدام عملتوا مع الجامعة سيري قد قدمي زي ما تعملوا مع الجامعات الكل. وما كانش يهدو بواد مزور. ما راش قديش من رئيس جامعة زي دبشي توقف. سديبو بلكشي الاخرين. نعرفو. نعرفو محمود. نسبة كبيرة من الجامعات تشتغل بهذه الطريقة. اسمع. انا انا اللي فما حاجات اخرى ممكن. فما شكوني يقولك انه راو فما. ومش نرجو حتى لنا عام. بش نرجو العام سيين عام ثمانين عام ثمانية وسبعين. وانت نصح القانون. من ثمانية وسبعين بعض القانون ترجو من وقتها. تيه مو هذا بساعات فما حاجات الضحك. ريت احنا نقاور واحنا في وضعيات انه بالمنطق الاخلاقي بتاعك. ينزمك على اكل حتى اللي كنت اتعار فيه. لابد انك تدافع عليه. خاطر ديما. نرجع ونقول. راهي مسألة لا تستوجب سلبا الحرية. ثلاثين ثانية. ستتدخل الفيفا المنتظر انه وتتدخل. في الملفات المانية استبعد رفيق لانه ملفات مانية لا تتدخل. اماني حاتم تحلق. والله يبوه اخزر اه هني فهم. رئيس مساحة رياضة راك. للي اي 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 اي. دنيا دنيا تسكت محمود. باري توشكو شد جنوبالي. هلا راكتين تصاورو. هلا اشخاص والدعم وكل. انا حسيت محمود محرز شوية ما يحبش يقول راهي عاركة. وراهو كيما نقولو نحنا بلغتنا يستنيلو فيها. ارقالو فضوة. من انسي وشراهو عامل تالي وعامين تالي فما عاركة معلنة ما بين وزير اشباب ورياضة وما بين وديع الجاري. ووديع الجاري بحكم البوست متاعو وشترتو نسبة عاركة مع. معنى نهار تلي تخسر جمعيت وتعارك مع رئيس الجامعة. معنى هزو هذي الكل. الحاجة اللي نوافقوا فيها. السجن معنى هموش يزويكون الحال الاقصى. عمرك ما من الول ما فما تصحاحة. وانتي وزارة عندك كاشية بتاعك فوق الورخة. معنى هي تشد وهو وتشد السيد اللي اطبعها بالكاشية. ووقتها بعدش حل البحث. وتشد الرؤسة الجامعة والناس اللي يتعاملت بالحكيه كل. معنى السيد اللي يخدم في الوزارة اللي عمل الكاشية. سيد مكرم شو شان. يدولي كان مدير عامل رياضة ايه. انت قلت مكرم شو شان. اخوة نجم يعطي لتصحاحة ويعمل كاشية. هو غير مؤهل اللي هات عبشون ينعيشوا في عبث. معنى هي. اي واحد يجيب كاشية من اي وزارة يعمل تابع وبعد ان. هو الاستشار ولا لي? فما حاجات اوتوماتيك كما هذيك. فما حاجات اوتوماتيك عرفتك يتمشي. كما كتطلع مضمون تبدأت فرحانة بيك متاع البلدية تطبع لك وتعتيك. بتاتر انت المضمون في تدليس ولا فيها غلطة. دونك من ناحية القانونية. جو بانس با كسي غراف. معنى ما هوش هز من 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 المال الجامعة وحطهم في مكتوبه. والا ان بلوس اللاسو ما هيش اي نورم. فما راهوا تقدير اللي حكيت هذي. القاضي يزموا يقدر. في حال تصراح اخو خليها في تحقيقها. وفي حال تصراح لازم يذوق بين الظفرين الحبس. هذي سوء الكبير. عركة مع السلطات الوديه على جريه وإلا ليه تطبيق. كانون في اتار ما يحدث داخل الدولة اللي هم قاعدين نراجعوا في الانتدابات ونرجعوا للفين وعشرة وشنو الساير في الليدارات وشنو الساير في الوقود في الاتارة ذي جاوة دي على الجريه. وهو حقاقه هو حقاقه للحق روفما برشة اخلالات في الوزارة وفما برشة مواضيع قاعدة تحلت زادة في الفترة الاخرانية وفا برشة الناس تاخو في فلوس مش متاحة ومش مستحقتها وهذا موجود وانا عندي ديزي كوم النجمش نقولهم لكن فما برشة الناس قاعدة تتحسب على اشياء ذي وهذا يمع مول به خلي ترجع الحق لما ليه ما الحق من تعرب لكن حق الحق في الموضوع هذا بالذات فما عركة موجودة اليوم من اختلفوش اثنين العركة ما موجودة من بين وزير الشباب والرياضة ووادي الجريه واليوم الفصلة ذا والنقطة هذه بالذات رفيق رائد الوزارة والجامعة التونسية اللي كورت القدم عندهم اكثر من عشرين سنة يتعاملوا بالطريقة هذه هو التأشير يصير ديما عادة الوزير يعمل تكليف للمدير للمدير الفني اللي بشي يمشي للجامعة التونسية اللي كورت القدم ولا يتم تأشير التأشير هي مسادقة من الوزارة للسيدة ذي بشي نجم يباشر المهن ممتعه في الجامعة التونسية اللي كورت القدم هي العركة موجودة ما هذا بش نبدأ واضحين اليوم قادوا يستنوا في ارتكالك منها كي حاجة كي منها كي بش دي صورت انه وديع الجري وديع الجري في الموضوع هذا بالذات بحث اكثر من ثلاثة وربع مرات وقعد في حال صراحة لكن الموضوع تو تبدل ما نعرفش عليش لكن اللي نأكده لك رفيق راو كي ما قال محمود بن بكري لكن آآ المعلومة اللي عندي ثابتة انه الفيفا بش تجم تدخل في الموضوع كي من هذي وطلبت الملف معنتها آآ تدقيق في الملف وفما جلسة صارت البارح وفما جلسات قاعدة تصير على خطر في نهاية الامر فما مدير فني موجود في الجامعة كيفش تم تعيينه معدها امور فنية كروية نحكيه على المستقبل يانا اخذها في الجامعة ومتاع الكورة في تونس ننتظر ما ستحميله قادم الساعات والدقائق من اخبار في علاقة بالموضوع آآ نستناول انه اعضاء المكتب الجامعي آآ يهبطوا هالعقدة ذير يعني الى حد الان كلام ضد كلام معنى صورة العقدة عن المسؤول بالوزارة قال لا الوزارة وسمعتوه البارح معانا ما هيش ممذي على هذي اليوم العضاء المكتب الجامعي يقول لك ليه عندهم عندهم التأشيرة متاع وزارة الرياضة ومحمود يقول انا آآ شفتو شفتو ليه شفتو ما اسكولو زير اعطاها اي 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 بشو تخلو في حيثية اكرة صحيح و و و هل ستتدخل لفيفا لانه اليوم منتظر نعرفوا شنو بش يجرى الناس اللي بشتافوا على وديع الجارية بش يراثوا الفيفا بش يبعثوا للتسجيلات متاع الوزير في اكثر من مرة في العركات السابقة بش يخلطوا لنتيجة انه ما يحدث اليوم هو نتيجة العركة هذي بين الوزير وآآ وديع الجاري والجانب الاخر الشاكي في الموضوع اللي هو الوزارة سيبحث على انه يقول لك ليه ما عنديش مشكلة معها هذا عدم تطبيق لقانون حتى ولو صدر عام سبعة وسبعين دقيقة حاج خطر عندي يفاصل بش يدخلونا بش يقولونا ليرا يموش عركة شخصية يا سيدك يموش عركة شخصية وعند عشرين سنين الناس اللي يمضي يمضي ولي يطبع يطبع له يعمل يعمل مكان السيد الوزير من الاجدر وانه يعلم كل الجامعات يخدو لهم ردوا بالكم في تعيين المديرين الفنيين يلزم انا وتصحاحت له زير تكون موجود وتحكيف على ظل هو مبالي بش يزروا قاعدين في المليار دواد والمديرين الفنيين قاعدين يصوروا في المليار دواد كيتحب تسهلها راي تسهل علاش يا اخويا نشدوه ونحطوه في الحبس ونوقفوه كل شيء ووقت اللي هي سهلة انتي فتنت فما غلطة فما خطاء في الكنتراتويت نسلحوا ونبعث للجامعات الكل للظهر روحك لعندك مشكلة مع مودية ولا مع الحاش المنصب بن سعيد ونبعث الجامعات الكل منشور يا سيدي يردوا بالكم في تعيين المديرين الفني كان ينجم يكون بما انه انا وزير نعرف انه هذا صار عرف معناه صار عرف انه الناس تعمل بالطريقة دي وفي كل الجامعات نخرج نعمل كونفيرونس دو بريس نوصل نبعث منشور نقول انه معاش يصير هدايا انا يذوري سمعت الي وقاهم ورسلت مثالش على عوت الي قال انه ارسلوه في العديد مرات ولكن السيد وديع الجرير فضلي انه يقول كذية مسألة تهمني انا معنات انا نعرف الحايفيات انه اراسلوه في العديد مرات وكلهم لا مسألة مش مدخلكم توبا في ديركتور تكنيق قانون فاما قانون اه بقالوا قانون ملعب سبع سبعين دوك فهمت الاشكالية رفيق معلومة اللي عندي وقت اللي الوزارة راسلت السيد وديع الجري والمكتب الجامعي فيما يخص المدير الفني عايتت المدير الفني قالت لو انتي اليوم رو عندك راتب في مئة وستين دينار ايس كنت تتقاضى الراتب هذاك ولا ما انتقاضاش قال ما انتقاضاش ولا وقا عملوا جلسة قالوا له وراه احنا معناش امكانية بيش نزيدوك فلوس وهذاك عليش تم فسخ العقد بتاعه وتم ما ما ماتها اه السيدة مشاعلة روحه من المكتب الجامعي دم الملف امام انظار العدالة والملف كذلك اكيد انو امام انظار الفيفا وهي من تقرر تتدخل او لا بالطريقة بيانسير اللي تضبطها القوانين بتاع الفيفا ننتظر على كل رب يفرج علي على كل رب يفرج علي رب يفرج علي رب يفرج على الناس اللي كله ورانا نحكي من باب انو كيمة كالحاتم اقبلها راو ماناش نحكي في قضية وديع الجري يختلس ميتين مالف دينار وحتهم في مكتوبه عقد مش عقد اطباع الوزير ما تتحقش ما يصير بالحرية معناتها راو هذا يزن الحبس عادي بش يفتح باب نقاش على الاقل الناس اللي عندها مشكلة مع وديع على بينالتي وكوفرة وشامبيونة وكوب راو هيدا ما يتحقش مش شد الحبس معنا ولا ما نحكيوه لاش يكون عندك موقف من وديع اذرلك جميعتك عادي 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 مش تخليه تشافة معنا هو انو هبال الكوره راو ميسمعش لكلمة ذي وليذهب الناس الكل الجحيم المهمة الجامعية كيتش يتشوف الكل هم غشين اما شوه معناتها بعد الفاصل نرش